سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة هذا عنوان اقتبسته من موقع علوم الحياة حيث أن الطبيعة لا زالت تحير العلماء وأنا أقول الطبيعة لأن خالق الطبيعة هو الله سبحانه وتعالى وخالق الكون كله هو الله عز وجل أنا أحببت بسرعة أيها الأحبة أن أتأمل معكم بعض الصور التي لفتت انتباهي وأنا الحقيقة بهرت بها لأن الخالق عظيم سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه النحل يتناسخ يتكاثر بالاستنساخ يعني الملكة الأنثى تلد نحلا ذكرا من دون تلقيح يعني بيضة غير ملقحة فيها 16 كروموزوم طبعا أيها الأحبة الذكر لديه 16 كروموزوم والأنثى لديها في الخلايا الجنسية 16 كروموزوم اجتماع هذه الخلايا مع بعض عبر التلقيح يعطينا نطفة ملقحة أو بيضة ملقحة فيها 16 زوج من الكروموزومات 16 زوج يعني يعطينا ماذا يعطينا أنثى 16 فرد من الكروموزومات يعطينا الذكر هذه الظاهرة غريبة جدا طبعا هم يقولون أن النحل طور هذه التقنية هو بإرادة الله سبحانه وتعالى النحل لا يستطيع أن يغير شيء لكي يزيد من أعداده فنحن هنا أود أن أتذكر معكم فقط أن هذا الرقم 16 الذي يقول عنه العلماء أنه رقم أساسي في عالم النحل أحبب أن أتذكر معكم أن سورة النحل رقمها 16 وعدد آيات سورة النحل 16 في ثمانية يعني 128 وعدد كلمات سورة النحل أيضا من مضاعفات رقم 16 وموقع كلمة النحل في سورة النحل ما قبلها عددنا الكلمات هو من مضاعفات 16 ومن كلمة النحل لآخر السورة أيضا من مضاعفات 16 فسبحان الله رب العالمين ركب كل شيء في هذه السورة العظيمة على رقم 16 حتى أن الآية الكريمة الوحيدة التي ذكر فيها النحل في القرآن وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون 16 كلمة وتتألف من ستة عشر حرفا هجائيا سبحان الله يعني بحث طويل نحن خصصنا حلقة على الموقع أو على يوتيوب من أحب أن يراجع هذه الحلقة فيها فوائد كثيرة الحقيقة أنا رأيت صورة عجيبة جدا لثعابين طبعا هم يقولون طورت قدراتها لتجنب السموم فكان الثعبان يبتلع بعض أنواع الثعابين طبعا تبتلع الضفضع السام وبالتالي بعض الضفاضع سامة جدا لدرجة أنها تقتل الثعبان فأصبح هذا الثعبان يتجنب هذا السم فيخترق أحشاء انظروا معي هذه الصورة أيها الأحبة هنا الثعبان يخترق أحشاء الضفضع يخترق بطن الضفضع فيأخذ هذه الأحشاء المليئة بالبروتينات والمواد المغذية ويتجنب السم الموجود في الأجزاء الأخرى الثعبان ذكي جدا سبحان الله سبحان المبدع هناك ثعبان من الغريب أنه بعد أن ابتلعه طائر اسمه مالك الحزين هذا الطائر عندما طار فثقب الثعبان معدة الطائر وخرج منها انظروا أيها الأحبة كيف يتدل هذا الثعبان من معدة الطائر ثقبها ليهرب سبحان الله يعني شيء مذهل جدا هذا المشهد يعني من الذي علمه ذلك ومن الذي علمه كيف ينجو بنفسه سبحان الله الدب الأشيب حيوان عنيف ومن الصعب قتله ماعز يقتل دب الأشيب هذا هو الدب أيها الأحبة هذا النوع من الدبابة فهذا الدب يتسلق على الجبال فأراد أن يصطاد الماعز يتغذى عليه وإذا بماعز هذا هو بعد تحليل العلماء وجدوا دبا ميتا وهي طبعا كما يسمونها جريمة قتل لهذا الدب وفيه عدة طعنات في البطن وفي الرقبة وفي كذا فبعد التحليل تبين أن هذه القرون الحادة جدا لهذا الماعز المسكين هي سبب قتل هذا الدب أي أن الماعز تفوق على الدب في هذا السلاح الذي زوده الله به سبحانه وتعالى صورة عجيبة جدا أيها الأحبة الصورة التالية ضفاضع تأكل أولادها شيء غريب يعني هناك ضفضع أنظر أيها الأحبة هذا يسمى ضفضع قصب السكر هذا الضفضع سام جدا في عام 1930 في أستراليا كان هناك محاصيل قصب السكر تأكلها الخنافس ولكن يبقى المحصول متوازنا انظروا عندما يتدخل البشر ماذا يحدث عندما يتدخل البشر أيها الأحبة يفسدون كل شيء يفسدون النظام الدقيق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى قامت أستراليا بجلب أعداد من هذا الكائن السام ليقضي على هذه الخنافس طبعا هذا الكائن السام لا يعيش في أستراليا وبيئته ليست بيئة أستراليا هو من الخارج فبدأ هذا الضفضع يأكل الخنافس ويأكل كل شيء ويتكاثر حتى أصبحت أعداده 200 مليون 200 مليون ضفضع فأصبح يأكل للمحاصيل ويقضي على المحاصيل الأخرى السبب أن هذا الضفضع أخرجوه من بيئته الطبيعية وضعوه في بيئة ليست هي بيئته وهذا من فعل العلماء أيها الأحبة العلماء الذين يقولون أن كل شيء جاء بالمصادفة وكل الكائنات تطورت بالمصادفة والإنسان تعلم اللغة بالمصادفة ودماغ الإنسان نشأ بالمصادفة هؤلاء بعد دراسات طويلة اجتهدوا فأحضروا هذه الضفضع إلى أستراليا للقضاء على الخنافس ظنا منهم أنها ستقضي على الخنافس وانتهى الأمر ولكن هذه الضفضع أكلت الخنافس وأكلت المحاصيل وبدأت تتكاثر لدرجة أنها لم تعد تجد طعاما دمرت مليارات الأمتار المكعبة من الأراضي الزراعية تدمرت كثيرا في أستراليا فبدأت تأكل أولادها فهذه الظاهرة سجلت العام الماضي 2021 وكانت مذهلة بالفعل للعلماء دب الماء يحير العلماء من جديد سبحان الله هذا المخلوق أيها الأحبة أطلقوا عليه النار طبعا لنرى هذا المخلوق هنا مكبر طبعا مئات المرات لأنه لا يرى تماما بالعين لأنه كائن مجهري يعني يصنف هذه الصورة بالمجهر الإلكتروني طبعا هذا الدب الصغير هذا الكائن أطلقوا عليه النار لم يمت صلطوا عليه أشعة نووية لم يمت أخذوه في رحلات حول الفضاء منعوا عنه الأكسجين عرضوه لدرجات حرارة عالية وضعوه في ماء يغلي لم يتأثر وضعوه في درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق يعني أقل من 273 درجة تحت الصفر 273 درجة تحت الصفر الذرات تتوقف ولكنه تحول إلى أشبه بميت تحول إلى أشبه بكائن ميت بمجرد أن وضعوه في الماء من جديد عادة للحياة سبحان الله أنا أتذكر معكم هنا أيها الأحبة الله تعالى عندما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى الشيء الثاني الحيتان تتفوق على البشر كيف ذلك؟ العلماء أيها الأحبة قاموا باستياد الحيتان هذا حوت العنبر تبين لهم أنهم اليوم في عام 2021 شبه عاجزين عن استياد هذا الحوت لأنه تعلم كل الحيال وكل التقنيات والأساليب التي يمارسها الصيادون خلال مثلا 40-50 سنة وأصبح يتجنب كل الوسائل لذلك أعداد الحيتان المصطادة خفضت يعني تقريبا 50-60% والسبب أنها تتعلم مكر وحيال وأساليب هؤلاء الصيادين إذن هي كما يقولون تتفوق على البشر والله أيها الأحبة أنا أمام هذه اللقطات أو هذه الصور المذهلة فعلا لا أملك إلا أن أقول كما قال عندما سئل موسى قال فمن ربكما يا موسى ماذا قال سيدنا موسى لفرعون قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لا تقل لتطور وعشوائية والكائن يتأقلم مع البيئة والكائن لا أعرف ماذا كل هذا كلام فارغ أيها الأحبة هذه الكائنات لا يتفق مع المنطق والألم إلا آية واحدة لتفسير وجود هذه الكائنات وهي قول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة